اشتركوا في القناة ومات صاحب الدب او تامر امين من النوع ده الراجل حقيقة شغال زي ما الكتاب بيقول الكتاب بيقول ان السيسي يقول يمين تقول انت يمين السيسي يقول شمال تقول انت شمال السيسي يقول الشعب الصابر ومحتسب يعني انت لازم تقول الشعب الصابر ومحتسب السيسي يقول الشعب متضايق ان الشعب انت تقول اللي متضايق هفت وبتاع برا السيس يقول انتوا بتخلفوا كتير يبقى كل النغمة الكرال كله يقول الشعب بيخلف كتير لكن المرة دي الحقيقة التعريضة وسعت من تامر أمين قوي ومن غير ما يقصد والله خبط في الصعيدة والله الراجل ما يقصدش هو الراجل حاب يعرض ويجود رح خبط في الصعيدة وهو بيهاجم الزيادة السكانية حسب تعليمات الماسترو عبد الفتاح السيس نسمع تامر قال ايه اولي هيقولك حاجة يا اخي مسعد لو سمحت يا مسعد وإكرامة للسادة الضيوف اللي بتشوفنا هاتي الفيديو تاني كده ايه اللي قاله غريب تامر أمين ابن أمين بسوني الراجل الإزاعي الكبير ايه اللي قاله غريب هات كده الفيديو كده يعني كمل 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 لحد ما اقولك اوقف لحد ما افضل كمل كده سيبك من تامر أمين بيقول ايه انا عايزك تكمل 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 لحد ما يوصل لكلمة الوات بيليا اللي عنده خمسة وستة اللعب بقى الصوت وقف هنا وقف هنا اه انا قاسف انت هنا مش تقول انك انت هنا انا عايزك وانت بتسمع تامر أمين تركز قوي في الشريط بتاع الأخبار اللي تحت ده اول ما بدأ يتكلم الكلام ده الوات بيليا تحت هتلاقي كده القناة دي النهار كاد بقى ايه بقى السيسي اللعب كده اللعب السيسي وقف السيسي ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر تعوق الدولة اللعب تعوق الدولة في مساعيها لتحسين الأجور اللي بعده اللي بعده اللعب اللعب ما تخافش السيسي معدلات النمو السكاني اه اه اش عارف ايه في غاية أمر في غاية الأهمية ولابدأ للشعب ان يقتنع مش عارف ايه ويساعدنا فيها اللي بعده اللعب كمل كمل هتلاقي السيسي بيكلم على زيادة السكانية برضو مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى باس وقفنا قال إيه تامر أمين قال اللي بيقوله السيسي الزيادة السكانية دي يا حضرات دلكوب ليه ده المرجع الأساسي أو المرجع في الأغنية اللي بيقوله تامر هو اللي قاله البابا توادرس هو اللي قاله شيخ الأزهر هو اللي قاله الأوقاف هو اللي قاله كل الجوء الورع بفتح السيسي لكن التعريدة بتاع تامر الحقيقة نطت في وش تامر لأنه وسعها قوي لأن المرة دي الحقيقة الغلط جاب زلط والحقيقة الرجل في فناءه وإخلاصه للتعريض رح قبط شتيمة وهجوم يمس كرامة أهلنا في الصعيد وعرضوه مبانتهم فكان طبيعي أن الصعيد كله يتقلب على واحد من أراجزات النظام الصعيدة زعله جدا الرجل بيقول ببساطة وبمنتعة السطحية هو سطحي أنا قلت زمان تامر ده شبه بيضة شم النسيم ما لهاش أي تلاتين لازمة لا تفتر بيها ولا تاكل بيها بس توقع تزوّقها ده وات شبه البيضة بتاع شم النسيم وات سطحي جدا قالك الصعيد بيخلف كتير عشان يبعت ولاده يشتغل ثم لو مخلفش هيبقى كويس طيب بيخلف كتير ليه يا غبي مش بس كده ده بنات الصعيد كمان بيروحوا يشتغلوا في البيوت كانت النتيجة ان الصعيدة الحقيقة الدايق جدا وعندهم حق تامر لم يتطعز من اختنا الاستاذة الاعلامية الكبيرة اسعاد يونس اللي كتبت مقال اسم نونة المجنونة او نونة الشعنونة والمقال ده فتح عليها الجحيم من كل حتة مع انه المقال كان الكاتبان من ثلاث سنين تامر لم يتطعز من ناس كتير جدا تعال نشوف كده غضب الصعيدة على الغلط بتاع تامر السعيد ده شرف ليه كل مصر بالكامل وانا اطالب اعضاء مجلس الشعب اللي في السعيد اللي محاسبة هذا الرجل والساقع مش كل واحد عملوله مكرافون جابوله مكرافون حقلوه في قناة زي كده يعمللي فيها مزيع ومفتح عليني عايز تنجح يا بعمو ما تنجحش علي نحني عايز تطبل عايز الرئيس يرضى عنك عايز الحكومة يرضى عنك مش على الحساب نحني تامر يا أمير حريم الصعيد دي هي اللي أولادها في سيني سواء في عرل عبد أو في الشيخ زوينك أو على حدود نفرفه الصعيد خط أحمر الصعيد يمطيلك مصر باللي فيه للا الصعيد ما يبقاش لليكم عاجل أنا راجل صعيدة وما تخرين أنا راجل صعيدة بس تامر أمين مش هسيبة عشان السب اللي انت بتسبه ده عشان تشهر في الإعلام بخصوص الصعيدة انت محد عملك غير الصعيدة ما انت ما تعرفش الكلام ده انت ما تعرفش المرجلة انت لعبتها كلها وسط حارين انت لعبتها كلها يا تامر أمين وسط رجل أصاد انت بتستضيف شعر الرجل أصاد والعالم الوسخى انت من انت شرطه وقت أسعى بتتلع ما لحاجة محترمة في أم مصر اللي خلات إعلام الظلمت أسعى انت ما لابتكنا يا تامر الخدمات البنات العاففات اللي جاعدات من السكتات بيطلع العرايز زي في المتعلمات من بيت أبوهن الواحدة بطلعهم ما بطلعشي ما بتتكشفش على حد غير الفرحة وإحنا ما قبلش اعتذارك تمام علشان اقبلنا اعتذارات كتيرة ومش كل ما هنقبل اعتذار هتطلع كلب زي أمثالك تمام يجيب بسرط السعيد والله هو عاتين تقرص كلمة عن بنات السعيد بنات السعيد دول فوق دماغنا من فوق محترمين ومتعلمين ومتربيين أحسن منك يا عبد الدرار وعبد الجنين بنات السعيد في كل اللي الوزارات هتلاقي بنات السعيد بنات السعيد مهالجسين بنات السعيد بيبنوا وبيعمروا بناتهم بجي انت طبعا ما تتعلمش عنها الحاجة كفى عليك الشكل غايت اللي انت قاعد فيه وكفى عليك العسامة الإدارية هو ده احمد السعيد ده بناكل لجمتنا بالحلال وبنعيبش في خلق الله ولكن انت يا حضرات ده بس يعني جزء من غضب السعيدة على السوشيال ميديا لكن تلع هاشتاج اسمه يعني ابن حرام السعاد ابن حرام السعاد ده قاعد انبارح واول منهارده شوية ابن حرام السعاد وطلعوا ورقة كده انه تا امين بسيوني سرق سعاد مش عارف من مين وكلام من ده لكن طلع هاشتاج تاني اسمه غير مقبول والهاشتاج ده تصدر تويتر بعد ما تامر امين طلع اعتذر نشوف كده جزء من التغريدات القرآن نور غير مقبول لم ولن نقبل اعتذارك لم تستطيع تحمل يوم فقط في مواجهة السعيدة على الميديا فما بالك على ارض الواقع بلاش احنا يا ابن حرام السعاد هاني قال له اعتذارك غير مقبول ولا بد ان تكون عبرة لغيرك حتى لا يتكرر الموقف من كل مجهول او جاهل مثلك ويحب يشتهر يبقى مش بالغلط في الصعيدة واخواننا الفلاحية غير مقبول تامر امين حاب يعرض للنظام ردت فسدره بلاش الصعيدة وياريت اي حد يتكلم عننا يلزم حود الادب ويعرف مقامه احنا جبال صعب تسلقها احنا نحن اوتاد في ارض مصر نحن رمز العزة والنخوة والمروء يا حضرات ببساطة جديدة طبعا السيسي عايز رجالته يهاجموا الزيادة السكانية ويحملوا الشعب المسئولية حصل مع تامر موقف سخيف تفاصيله بالمعلومة يا حضرات السعيدة انا جاتني معلومة اني مش بس تامر امين وقفوا برنامجه خدوا المعلومة دي عشان تعرفوا ايمتكم عند اجهزة الامن الامن يا حضرات استدعى تامر امين وشتموا بالام وتقلوا بالنص بعد ما تقلم له واحنا نقصين يبني النقط احنا مش نقصين السعيدة وكفاية اللي حصل في سبتمبر الحقيقة الامن يعرف قيمة السعيدة كويس قوي وشاف الامن في سبتمبر غضبة السعيدة فاكرين صورة الجلاليب في مصر الامن قال له احنا يبني كذا مش نقصين صداع وواجع دماغ مع السعيدة ولذلك طلع تامر يقول جزمة السعيدة فوق دماغي تامر ما قالش دي الحقيقة لانه ولد عنده اخلاق او لانه ادرك قيمة السعيدة دا قال دا بناء على اللي حصل له في اجهزة الامن الامن المصري مدرك تماما مدى قوة السعيدة ومش ناسي ابدا صورة الجلاليب في مصر تتصدر المشهد دي قناة الحرة خرج اهل القرى وامتنعت المدن المينيا فاكرين لقصر فاكرين بنسويف فاكرين بهدال المينيا فاكرين تهتة سهاج فاكرين الامن مش ناسي العلقة دي ولا ناسي الخروج بتاع المصريين في سبتمبر لقصر وجنى وسهاج والمينيا وبنسويف واسيوت والجيزة الامن يا حضرات مش ناسي الفيديوهات دي عشان كده طلع تامر امين بعد ما تقلم له وخد مني المعلومة دي لان انا واسخ فيها تامر امين اتسحب على اجهزة الامن وتقلم له بمعنى الكلمة فطلع يقول الكلام ده والله ما اصدش بيهانة ابدا انني اخر حاجة تيجي على دماغي واخر حاجة تدني محن السعيدة بقى زعلا مني فانا بقول لكل سعيد وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق وانا ابنكم وانا ابن ليه في مصر ونساي باساسا من السعيد مرتة اخوية من السعيد وما تشرف بيه او تشرف بالنسر ده فارجوكو متسعلوش مني وحتى لو كان قصدي خير بس لوحتيك بس زعلان انا بقول له حقك عليها وأنا آسف في اعتذار صريح وأنا لأتصار سينشر من كل حتة لأننا دايماً بتشرب أهلنا في الصعيد لأنكم ما تزعلوش مني وأنا لأكونكم وأنتوا أهل الصفح وأهل العقب وأهل الكرب نحياتي لكم جميعاً في صعيد مصر المحترم والشريف الكاف كان جامد يا بعم كان جامد جوي مش بس كده ده فوراً محكمة جونح مدينة نصر حددت جلسة عشرين مارس اللي جاي لمحاكمة تامر أمين في اتهامه بإهانة أهل الصعيد لحظة بس أحمد موسى طلع ركب الموجة وقال لابد من محاكمة تامر أمين بس إحنا عايزين نعرف المشكلة فين يا بعم يعني محدش يضحك عليك إحنا بس هنقولك يا سيسي لو أنت زعلان فعلاً وصادق في زعلك من أن تامر أمين شتم الصعيد قول لي أنت عملت إيه للصعيد هو تامر أمين بس اللي شتم الصعيد لا 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 انسى القصة دي انت ناس يا ابن عمي لما كان فيه ظابط دخل الراجل على راجل كبير في السن في لقصر وخده كف ابن الراجل كان واقف جنبه ردز كف للظابط الظابط قتل قدام أبوه أويس الراوي فاكر أويس الراوي اللي تقتل قدام عين أبوه عشان الظابط أهان أبوه قول لي عملت إيه للظابط ده يدافع عن أخي المصدوم فيقتل برصاصة في الرأس لأ عشان بس الخبر الأمن راح ياخد أخوه ملأ أشخوه لأ أبوه أويس الله يرحمه كان واقف جنب أبوه ظابط الأمن لأنه بتحجج بالبدلة راح واخد الراجل الكبير في السن بالألم أويس لأنه الصعيد يشاهم ودمه حر راح رادد للظابط الألم الظابط تأخوه قدام أبوه عملت إيه للظابط أسيسي طلعت وزارة الدخلية اعتذرت النيابة المصرية تزعم عدم تورط الشرطة في مقتل الراوي تخيل قدام الخلق كلها عويس الراوي تقتل قدام أبوه وقدام ناس وطلعت النيابة تقول لا الشرطة ما قتلتش عويس الراوي عملت إيه للظابط ده شفنا اعتذار منك شفنا من الدخلية اعتذار إنت بش بتقول زعلان عشان الواد تامر غلط في الصعيد تب قولي أنت عملت إيه لقاتل عويس الراوي بلاش يا سيدي قاتل عويس الراوي بلاش واللي قتل طلعت شبيب قبل منه عملت له إيه بلاش يا سيدي عملت إيه للظابط أو للزباط اللي شاته مؤهلين في الجيزة ما هو الصعيد من أول الجيزة لحد الشلالات عملت إيه بقى للزباط اللي شاته مؤهلين في الجيزة بألفاظ وسخة أكتر من مئة مرة من كلام تامر أمين فاكر الظابط اللي شاته بلد بحلها هل الدخلية اعتذرت عن الشتايم دي مش أنت بتقول أنت والجهاز الإعلامي بتاعك أنتوا زعلانين عشان تامر أمين شاته من الصعيد تب أنتوا قولي عملتوا إيه الكامل الوزير لما طلع عمل قرار عنصري بمنع أهالي الصعيد من دخول رمسيس فاكر القرار ده قراره حرمان الصعيد من دخول محط ترامسيس تغفيف زحام أم تميز عنصري عملتوا إيه أنت مش بتقول أنك زعلان عشان الوزير تامر اللي شابها برضت شام النسيم شاته من الصعيد تب قولي أنت عملت إيه للفقر والبطالة والأمية في الصعيد بنيت مستشفيات ما حصلش بنيت مدارس بنيت مصانع الأوضاع بقت فل ولا بقت أسوأ أنا لو تكلمت هتقول أنك أنت إخواني وإرهابي تب خذ الخبر ده إمبارح الجمعة برلمانية برلمانية يعني واحدة عدوة برلمان إمبارح الجمعة 19 فبراير ارتفاع نسبة الإدمان بقرى الصعيد بسبب إيه بقى؟ الفقر والبطالة بسبب إيه حضرات؟ الفقر والبطالة الصعيد يا حضرات مليان فقر بيعشش فيه الفقر الصعيد اللي بيورد لجيش مصر والجرطة مصر قوامها الأساسي من جنود بيعاني من الفقر الصعيد اللي طلع علماء مصر زي رفع التهطوي وتحسن وغيرهم والعقاد بيعاني من الفقر والبطالة عملتنهم إيه؟ لا ده مش بص بطالة ده بطالة وكوارس تانية خذ الخبر ده 27 يناير برضو 27 يناير في الشروق الأربعاء هو 27 يناير ده السنة دي مدير حياة كريمة نسبة الفقر تتخطى 50% بقرى ريف الوجه القبلي عملت إيه؟ تب نرجع شوية يمكن افتقروا بس في يناير لا ده في يناير 2020 الأحصاء بتقول الصعيد الأكثر فقرا في يناير 2020 يعني سنة وسكانوا 38% من إجمال مصر عملت لهم إيه؟ تب خذ الخبر ده في 19 سنة 19 بص يا سيدي ثلاثة منها في الصعيد التعبية والأحصاء يكشف أفقر خمس محافظات أفقر خمس محافظات عملت لهم إيه؟ ما هو أنت بتبقاش زي الوز حنة بلا بز أنت على أطلع كده قول لي عملت للصعيدة ماذا قدمت للصعيدة؟ ما تعملش نفسك خدت الوات تامر ألمين على وشه أنت هاتي إزاي تغلط في الصعيدة دول أحسن ناس أنا أسيبك من البؤين دول إنت عملت للصعيد يا حضرات أنا قلتها من خمس سنين من يوم ما جاء عبد الناصر بتاع بني مور في أسيوت وهناك خطة ممنهجة لإفقار الصعيد وبالمناسبة ده مش كلامي ده كلام ناس كتاب ياسريين في كتاب اسمه إفقار الفلاحين والكتاب ده نزل في مصر من خمس سنة وأنا شخصياً قريته في خطة ممنهجة لعسكر مصر لإفقار الصعيد وقلت لكم من خمس سنين إيه الفكرة في إفقار الصعيد أنا أقول لك إيه الفكرة عشان ما تغلبتش نفسك وتقعد تفكر أي مزارة بتحصل في مصر بيقضع عليها بإيه؟ بالأمن الأمن ده قوامه إيه؟ قوام الأمن إيه؟ الأمن المركزي إيه بقى الأمن المركزي ده؟ هل بيجيب واحد خريج جامعة يوده الأمن المركزي؟ لأ بيجيب واحد معه الشهادات خالص يوده الأمن المركزي لسببين؟ أول سبب أنه هيقعد ثلاث سنين في الخدمة مش سنة تاني سبب أنه هينفذ التعليمات لأنه الرجل ما عرفش حاجة أحمد سبع الليل حد فاكر رائعة الأخ وحيد حامد وعطف الطيب البريق لا سبب بريق الهروب حد فاكر الهروب حد فاكر أحمد سبع الليل بتاعه الهروب دول أعداء الوطن الفيلم ده انتاج ستة وتسعين ستة وتسعين من ستة وتسعين الأخ وحيد حامد رحمة الله عليه حط إيدينا على قصة كيف يتم إنشاء وتعامل الدولة مع الصعيدة لازم الصعيد يبقى جاهل لازم يبقاش عنده شهادة لأنه ده الأمن المركزي الأمن المركزي اللي بيقضي بيه السيسي على أي تظاهرات أديك شفت في سبتمبر في سبتمبر السيسي أدعى المظاهرات دي بالأمن المركزي النتيجة إيه بقى؟ إن عبد الفتاح حسين خليل السيسي زي وزي عبد الناصر زي وزي مبارك زي وزي السادات محتاجين لأمن مركزي محتاجين لأسكري ما يفهمش حاجة خالص ينفذ التعليمات ويشوف إن أي حد بيعارض النظام فهو عدو الوطن بتعمل إيه أحمد في الجيش؟ بحارب أعضاء الوطن مين أعضاء الوطن؟ دكاتة الجامعة وإيكم شفتوا صلاح قبيل وجميل راتب في الرائعة الهروب سوري البريء دع حضرات الفكرة من إفقار الصعيد السؤال بقى حضرتك زعلال ليه من تامر؟ تامر شاتم الصعيد؟ يعتذر يروح السجن خلنا نشوف رأيه سكرات قال إيه في القصة دي؟ سكرات قال لنا يا حضرات أو كتب خصيصا لمص النهاردة كتب القاتي إلعب يا عم سكرات قال لك بصراحة فيلم تامر أمين مع الصعيدة؟ ده من النوع الماسخ بلغة إخواننا الصعيدة سوشال ميديا قلبت عليه ماشي الصعيدة قلبوا عليه ماشي لكن النظام الرسمي يقلب عليه ده اللي مش ماشي ليه بقى؟ لأن الوقت ده كان بيخدم النظام يعني كان بيؤدي دور تعريض لكن اتعرض أكتر منه يعني أكتر من اللازم كان المفروض النظام يسطر عليه بقى اللي حصل إن هوجة الصعيدة فكرت النظام بهوجة سبتمبر اللي فات أصبح فيه خوف من الصعيدة ومن غير الصعيدة كمان الأول الوارد تاخد بلبوس ويتلعن سلسفين أهله بعد كده توقف عن الظهور إعلاميا بعد كده اتحدنت له محاكمة عاجلة رغم إنه اعتذر وقال جزمة الصعيدة على دماغي القصة المسخة دي لم تكشف فقط كم أن النظام مرعوب أيضا هي رسالة لكل حلنجية النظام من الإعلامين وغيرهم اللي هيقع هيتقطع حتى لو كان قصده التعريض يا حضرات صدق سكرات ودي رسالة لإعلامين السيسي انت معايا وحبيبي بس أما حب أضحي بيك في وقت هارميك للناس تكلك إنما تامر دا دا حتة عيل أرجوز وسطحي وغبي وما يسواش تعريفة والصعيدة اللي شتاهه مو أشرف من أبوه أو على رأي الشاعر الصعيد الجدع محمد البنجاوي وهو بيرد على تامر أمين كتب موال كده تامر أمين بتعيد وتزيد وناصب للكلام سامر وتعيف في أهل الكرم والأصل وتغامر من اللي يقدر على نخوتنا يا تامر ايه جدرك على الصعيد بطل إهانة وزم نفدي بلاد الكرامة بالحياة والدم ترجمة نانسي قنقر